الحريري يقترح جاء الانتخابات النيابية بموعدة على أساس قانون دوائر صغرى لتضمن صحة التمثيل ورصاص أنصاره يلعلع معركة صحناوي يوسف وغازي يوسف لاحطه بالحبس أنا سوء خضي الائتلاف المعارض لا حوار إلا على إسقاط النظام في الخاص كانوا مقاتلين في الفاروق وبإذن الله إذا فتح بوعد لعالم الإسلامي كله أنه جاهد بأي دولة الأسير العيساوي يصارع الموت الطباء يحذروا من احتمال أن يتوقف القلب عن عمل في أي لحظة صباح الخير أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية على وقع السلاح العشوائي والرصاص المجنون من بيروت إلى ترابلس قدم الرئيس سعد الحريري الليلة الماضية اقتراحاته للانتخابات النيابية طارحا إجراءها على أساس قانون الدوائر الصغرى لضمان صحة التمثيل مع إنشاء مجلس شيوخ يمثل كل طوائف وذلك بعد إجراء تعديل دستوري يعلق شرط إلغاء الطائفية السياسية مدة يجري التوافق عليها على أن ينتخب مجلس الشيوخ على أساس القانون الأرثوذوكسي ورأى أن ما حصل بين المستقبل والقوات والكتائب كان كبيرا ورفض الحريري النسبية لأنها مرتبطة بالسلاح الذي سيمنع المنافسة الحقيقية الحريري الذي هاله السلاح كان سلاحه يزرع الرعب في صفوف المواطنين لسيما في الشمال حيث سجلت بعض الإصابات والحريري الذي أعلن استعداده للجلوس على طاولة الحوار للبحث بسلاح حزب الله رفضا وعطل حتى اليوم طاولة الحوار في بعبدة وهو إذ قال إنه وقف ضد قانون غازي كنعان فاته أن هذا القانون صنعه السوريون على قياس والده الشهيد رفق الحريري والرئيس المهاجر الذي أعلن عودته قبل الانتخابات المقبلة قال إنه غير لاهث وراء السلطة لكنه في الوقائع رهن البلاد هدفا للسلطة هو غازل رئيس المجلس من جهة ووجه الرسائل إلى نبيه بر من الجهة المقابلة مفتتحا معركة رئاسة مجلس النواب عبر تلميحه بأنه لي ينتخب بر رئيسا كل هذه المواقف الهزيلة عوضها الحريري برأي واحد عنوانه الزواج المدني مقدما طرحا قال إنه سيخسره إسلاميا عبر تأييد هذا المشروع على الرغم من رفضه لتطبيقه على نفسه وعائلته أنا من سريح واحدا أنا عم بحاول حصل حقوق اللبنانيين إذا بدنا نحصل فعليا حقوق الطواقف والمذاهب نروح على مجلس الشيوخ مجلس النواب نحنا دخلك باتفاق الطايف المجلس النواب لأين رايح كان مفروض لا طائفية سياسية بعدين نروح على مجلس الشيوخ نحنا عم نيجي نقول اليوم نروح على الدوائر الصغرى نعمل مجلس الشيوخ ونخلط طائفية سياسية بالمجلس النواب نحنا عم نيجي نقول أنه موضوع يعني تقصيم لبنان بهذا الشكل للطواقف والمذاهب هو التمزيق لللبنانيين ما حدا يجي يقولي ما حدا يجي يفهمني ما حدا يجي يخبرني أنه نحنا لبنانيين مستعدين نفرق أنفسنا بين بعضنا عشان عشان يكون فيه عشان هالهواجز بمجلس النواب بس ما جينا قررنا قانون الستين عساس أنه هيدا حل الهواجز المسيحية اكتشفنا أنه هيدا ما حق كان حل الهواجز المسيحية لذلك نحنا عم نجي نقول الهواجز المسيحية حتى تكون فعليا محلولة نروح على مجلس الشيوخ ومن نفس الوقت نروح على دوائر صغرى بمجلس النواب مش بنفس الوقت نعمل انتخابات نيابية بموعدها على أساس دوائر صغرى وعن علاقته بالرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جملاط قال الحريري عم بتابع وليد جملاط عم بقول أنا ونجيب ميقاتي بنفس المركب أنت كلين هم وليد جملاط وبدك حصوصيته هو عم بيقول أنه هو نجيب ميقاتي بنفس المركب بس وليد جملاط بيصبح منيح شو يعني نجيب ميقاتي عم بيغرأ أو أنت عم بتغرق كونك اختصاصي بالغطس وبالسياد القروش أنا اللي عم بقوله يا مرسيل أنه وليد جملاط هيدا تصريح عمله وليد جملاط بمرحلة سياسية وليد جملاط صديق ووقف مع 14 أذار والتحالفات السياسية والنيابية جاي وقته أنا ما عم بيجي بقول لو وليد جملاط شو يعمل فيه خيارات سياسية وفيه خيارات انتخابية كل ياتنا نقعد مع بعض ونتخدم مع بعض ما عزبته على العشاف هو هو كان عنده عشاف بس أنه نازل مرتاح واضح أنه هو نازل مرتاح وأنا عدت مرتاح عظيم بك انتفقت وعد تحالفات الانتخابية بيقود هالمناطق بتقسم المناطق قصمت الدواء بدك ترجع لبنان أو لا؟ أكيد ترجع لبنان بأي سنة؟ ترجع لبلدي أية سنة؟ هالسنة يعني؟ بعد شوي بس عدة لحظة أنا بقرر يعني بس أكيد قبل الانتخابات رح تكون في بيروت؟ إن شاء الله أكيد يعني حضرتك شخصيا رح تدير الانتخابات لكن مي بدي دير وقدم الحريري طرحا جريئا في موضوع الزواج المدني يعني أنا بقول بموضوع الزواج المدني هذا موضوع في خلاف عليه بين اللبنانيين أنا شخصيا موقفي أنه بتمنى أنه هذا الشيء يمشي ولكن بدي يكون في حوار حقيقي بهذا الموضوع أنا بالنسبة لي أنا ما بتزوج مدني ولادي ما بيقبل أنه يتزوج مدني ما هو اختياري ما بيقبل أنه يتزوج مدني ولكن أنا أمثل اللبنانيين وما حدا يأتي يتغالى معي على هذا الموضوع اللي بدي يفكر حاله أنه مسلم أكتر مني بتحدى أنا بصلي وبصوم وبزكي وكل أركان الإسلام الخمسة بقوم فيهم ما حدا يأتي يأتي يقول لي كسعد الحريرة أنك أنت عم تشرع شيء ولا نحن بدولة إذا نحن فعليا اليوم بدنا نروح إلى دولة مدنية بدي يكون في عندنا موقف جريء لحتى ناخد هذه البلد إلى فعليا دولة مدنية دولة رئيس تسمح لي لأول مرة بعملها لأول مرة بعملها أنا هون بدي أقول لك سالي أنا قلت لك يا مرسيل وكنا ماشيين على الكاه وكل المستشارين تابعوني قالوا لي أنه يا سعد هيدا موضوع بده كتير ناس يستعملوا ضدك أنا بدي أكون واقع يا مرسيل وأنا موقفي من الأرثودوكسي بني على هالأساس لأن أنا بأمن أنه لبنان لكل اللبنانيين بأمن أنه الرأي اللبناني والاختيار اللبناني لللبناني بس لما أحكيك بموضوع السلاح عم بحكي به هالمنطق بس لما أحكيك بموضوع أي موضوع بحكي بهذا المنطق وتزامنا مع إطلالة الحريري سمع إطلاق نار كثيف ومفرقعات نارية في طرابلس في مناطق باب التبيني والزاهرية والقبة وكذلك الأمر في مناطق عكار والبقاع الغربي إضافة إلى محيط الجامعة العربية في بيروت وأفيد عن إصابة مواطنة من آل الحمد من جبل محسن نتيجة إطلاق النار العشوائي من باب التبيني كما أفاد مراسلنا في طرابلس نصر الرز عن إصابة علي أبو حلقة وزوجته وفاء علوي برصاص طائش بسبب إطلاق النار ابتهاجا في حي الأمريكان في جبل محسن ملف تركيب الهوائيات يحتدم بين الوزير الأولى صحناوي والنائب غازي يوسف وتلويح متبادل بالمقاضات والسجن أنا والفريق كله ما نوقف وما هنوقف ومش جني لحي يوقفونا وغازي يوسف لحطه بالحبس محاطا بالكدر البشري في وزارة الاتصالات وبمسؤولين من شركتين أم تي سي وهواوي الصينية ومضللا بوثائق تنفي ما تهم به اختار وزير الاتصالات الأولى صحناوي أن يرد على النائب غازي يوسف عارضا بيانات تؤكد أن تكلفة مشروع الهوائيات هي فعلا 82 مليون دولار نافيا بالتالي ما حكي عن سرقة 65 مليون واضعا ذلك في خانة الحملة السياسية نحن عنا معلومات عن تداولات صارت بطيار المستقبل أنه كل جمعتين كلاتي لازم تطلعوا بملف صح غلط ما بهم المهم تشوهوا صورة هذا المرشح بالأشرفية وهذا الطيار اللي بينتمي لألوه ويضع كل هذا الموضوع في إطار الحملة السياسية اللي عبيشنا تيار المستقبل عليه وعلى تيار الوطني الحر لو كان منه صحيح لا أعتقد أنه كان وفقني رئيس مجلس وزراء وحور هذا الملف إلى التحقيق لو ملفه ما فيه شكوك ومنه مزبوط ما كانت تحول إلى التفتيش المركزي أو إلى ديوان المحاسبة الكضاء وديوان المحاسبة استلم الموضوع ونحن كتير مبسوطين من هذا الشيء ولحيطلع التقرير تبعه ونحن ينمعنا شيء خبيف فكتير مغتاحين بس يطلع أنا لحعمل دعوة افترة على النائب غازي يوسف وهون بدنا نشوف مجلس النواب شو بده يعمل لأنه في عنده حصانة ومنتمنى من مجلس نواب يسقط له حصانته الوزير متفائل بعمل ديوان المحاسبة وتسلم القضاء لهذا الملف وبيقول أنه من بعد ما ينتهي التحقيق راح يطلب برفع الحصانة عن حضرتك ما عندي مشكلة رفع الحصانة عني فيه دعاء أم فيه اليوم أنه أنا سارق ملعان أنا سأخذيه المبارزة بين صحناوي ويوسف تنبئ بالغليان خصوصا بعدما دخل على خطها رئيس الحكومة الذي وبحسب مصادر مطلعة طلب إلى المدعي العام التمييزي التحقيق في معلومات يوسف وتمنى عليه بت الحقيقة سريعا ما في شيء لحي يقدر يوقفنا ولا غازي يوسف ولا عبد المنعم يوسف ولا طيار المستقبل أنا بدي حاسبه وبيدي حطه بالحبس إن شاء الله طلب بسجني لأنه عب سائله البارحة في مجلس الوزراء فخامة الرئيس ودولة الرئيس ميقاطي قمعوا الوزير في المجلس وطلبوا منه أن يضع كامل الملف عند السلطات القضائية وقالوا له تحولت إلى التفتيش رئيس الحكومة منتمنى منه أنه ينهي الحالات التمرد والحالات المخالفات القانونية يلي طالع فيها أحكام من قبل ديوان محاسبة ومن قبل التفتيش المركزي بالذات بخصوص المدير العام يلي موجود عنده بالوزارة أو وقته بطايفة معينة ما معود ندق فيهم للجماعة بس لا نعرف بأي نظام سياسي نحن منا نشوف كمان من قبله نفس القبلية بالمحاسبة وبالشفافية وقته بالدق بجميع الطيار المستقبل ورأى صحناوي أن أحد أهم أسباب هذه الحملات هو تطور قطاع الاتصالات في المناطق اللبنانية كافة غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية والأمم المتحدة تقول إنها غير قادرة على تأكيد شكوى دمشق من أن طائرات إسرائيلية حلقت فوق الجولان في تطور هو الثاني من نوعه منذ ست سنوات عندما دمرت إسرائيل مفاعلا نوويا سوريا قرب دير الزور اخترقت طائرة إسرائيلية الحدود السورية من ناحية لبنان ودمرت ما قالت إنه شاحنة كانت تنقل صواريخ مضادة للطائرات من نوع S.A.17 وهي في طريقها إلى حزب الله وهو ما تعتبره إسرائيل قد يغير توازن القوى بينها وبين المقاومة الإسلامية في لبنان هذه الرواية نفتها السلطات السورية التي أشارت إلى أن مقاتلة إسرائيلية شنت ضربة جوية مباشرة على مركز للبحث العلمي في جمرايا في ريف دمشق أسفرت عن مقتل شخصين وجرح خمس آخرين وقال الجيش السوري في بيانه أن مركز جمرايا كان مخصصا لرفع مستوى المقاومة والدفاع الذاتي نافيا التقارير القائلة أن قافلة عسكرية قد خصفت في الغارة في حين قال التقارير أن هذه المنشأة مؤسسة حكومية مسؤولة عن تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية ونظرا إلى خريطة المكان المستهدف نرى أنه يقع جنوب شرقي لبنان ويبعد 17 كيلومترا عن أقرب بلدة حدودية لبنانية وهي دير العشائر وإذا ما قررت الدخول فستسلك معبرا غير شرعي إذ ليس هناك نقاط حدود رسمية بين الدولتين في ردود الفعل حذر البيت الأبيض دمشق من ناقل أسلحة إلى حزب الله في المقابل عبرت روسيا عن قلاقها إذا أم تردد من أنباء عن ضربة جوية إسرائيلية في سوريا قائلة أن مثل هذه الغارة ستمثل خرقا غير مقبول لميثاق الأمم المتحدة نحن قلقون من حدوث غارة إسرائيلية على موقع سوري وإذا ثبتت صحة المعلومات فإننا نكون أمام هجوم غير مبرر على أراضي دولة ذات سيادة أما إيران فدانت على لسان وزير خارجيتها علي أكبر صالح الاعتداء ووصفته بأنه انتهاك خطر لسيادة سوريا فيما اعتبرت الجامعة العربية أن من حق سوريا الدفاع عن نفسها إزاء الاعتداء الإسرائيلي مناددة بتمادي إسرائيل وصمت المجتمع الدولي أما إسرائيل فلازم مسؤولها الصمت باستثناء ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز أن الدولة العبرية أبلغت واشنطن عن استهدافها موقعا عسكريا مصادر سوريا أكدت أن الردة سيكون مزلزلا في حين نقلت سانا أن دمشق ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة واستدعت قائد قوات الأمم المتحدة في الجولان للأعتراض على الغارة الإسرائيلية استمرار العمليات العسكرية والاشتباكات في مدن سورية عدة لا سيما في ريف دمشق وقوات النظام تحاول السيطرة على مدينة دارية في تطورات المشهد الميداني السوري تتواصل الاستباكات العنيفة بين قوات النظام والجيش الحر في الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق وبحسب شبكة شام الإخبارية جدد الجيش السوري قصفه براجمات الصواريخ أحياء القدم وجوبر والعسالي في جنوب العاصمة كما قصف مدينة دارية التي تشهد اشتباكات بين مسلحي المعارضة وقوات النظام التي تحاول منذ فترة فرض سيطرتها الكاملة عليها وترفك ذلك وتعزيزات عسكرية للنظام من حجز صبار ومطار المزل العسكري نحو المدينة وأظهرت صور بصت على الإنترنت اشتباكات قال الناشطون إنها بين الجيشين الحر والنظامي في محيط إدارة المركبات في الغوطة الشرقية وقال الناشطون إن الجيش الحر نفذ هجمات في المنطقة ضد الجيش النظامي في إطار الرد على المجازر التي يرتكب النظام في دمشق وريفها وتعاني بلدة حزي في غوطة دمشق الشرقية قصفا شبه يومي ألحق أضرارا بالغة بأكثر من 70% من أبنية البلدة ما تسبب بنزوح معظم سكانها وبحسب مصادر المعارضة قصفت قوات النظام بالمدفعية السقيلة حي الخلدي في مدينة حمس ومدينة الحول في ريفها وتشهد أحياؤها القديمة المحاصرة اشتباكات لا سيما في حي ترقمان وبابهود والقرابيس وجورة الشياح وسقط قتلى وجرح في القصف على مدينة القصير في ظل استمرار القصف على مدينة الرستن في المحافظة نفسها وفي مدينة حلفايا في ريف حما سقط عشرات القتلى نتيجة الاشتباكات بين طرفين نزاع وفي مدينة حلب نقلت شبكة شام أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وقوات النظام على مشارف حي بستان الباشا في المدينة وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تلك الاشتباكات رفقتها أصوات إطلاق نار متقطع في محيط حواجز عسكرية في منطقة السوريان وقرب حديقة الأشرفية في حلب وفي درع جنوبي البلاد نقلت شبكة شام أن دبابات جيش النظام تقصف بلدة خربة غزيلة في ريف المدينة حزب الله دان العدوانة الإسرائيلية على سوريا معتبرا أنه يكشف على نحو سافر خلفيات ما يجري في سوريا منذ عامين وأبعاده الإجرامية الهادفة إلى تدمير سوريا وجيشها وأسقاط دورها المحوري في خط المقاومة والممانعة إمرارا لفصول المؤامرة الكبرى عليها وعلى شعوبنا العربية والإسلامية وأشدد حزب الله على أن هذا الاعتداء الوحشية يستدعي أوسع وأقوى حملة استنكار وإدانة من المجتمع الدولي وكل الدول العربية والإسلامية ولكن وكما عودنا هذا المجتمع دائما فإنه غالبا ما يبتلع لسانه ويصمت عن توجيه أي إدانة أو اتخاذ أي موقف جاد ذي قيمة عندما تكون إسرائيل هي المعتدي ولا نحسب أن ما يصدر عنه سيشذ عن هذه القاعدة التي اعتادتها شعوبنا إلى حد الاشمئزاز والملل وأعرب حزب الله عن تضامنه الكامل مع سوريا قيادة وجيشا وشعبا مؤكدا ضرورة أي عيل بعض هذا الاستهداف الخطر لسوريا ويجعل من هذا العدوان مناسبة لمراجعة مواقفه واعتماد الحوار السياسي أساسا وحيدا للحل حقنا لدماء السوريين وحفظا لسوريا وصونا لدورها وموقعها في مواجهة الأعداء لجأتنا عشر مقاتلا من كتائب الفاروق إلى لبنان بعدما أصيبوا في معارك باب عمر فقدموا عبر نفق إلى الشمال اللبناني بحثا عن العلاج والأمان لم يجد هؤلاء ضلتهم بل لم يجدوا ما يسدون به رمقهم يتحدث المقاتلون السابقون عن تخلي الجميع عنهم ويحكون عن سرقة لمساعدات الإغاثة التي يحلمون بأن يحظوا منها ولو بالفتاة تقرير للزميل ردوان مرتضى موسيقى موسيقى قادت من هنا استقرت من الجمج من هنا بنصر راس فوق الأنف صار ضرير الشاب هنا ها صار الضربة وهي دباه كمان عينه كمان شزايا بعينه وبيضهر فيه بضهر شزايا أسر قنبلة بسم الله هاي بركبتوا هون شايف كيف في عنده شزايا شايف كيف مرمي إجروا كلها بدوا عملية بدوا مبعف شو سحب من قلب إجروا عنهم عاملة ملتهبة شايف كيف سايروا لنا حتى هاي قدوا شايف خالصة هاي رصاص هون إسا فيها هون هون بتكمش هاي رصاص هاي قدوا خالصة هون الشاب هاي إجر هون شايف هون وهون كمان ما بيقدر يحرك الأجر وما بيقدر يدو سلية منيح ما بيقدر يشتغل شي يعني يطلعوا يفوت ما في حد يعالجني نهاية هون بلبنان ولا لغاث سورية ولا لغاث لبنانية بسهو بيا ما في شي يدف عليه وهون كمان بيناموا جارحة هلا هون عنا نحن 12 جارحة كلهم بيناموا هون وبالقوضة جوا بتقدروا تشوف المطبخ هون كمان تفضل شوية تفضل شوية بربع خل هاي المطبخ اللي عندنا هاي الموني اللي عندنا وبتقدروا تشوف هاي العوضة كمان إذا بدي هاي أكل هاي شرب هاي يعني ما بدي إلا تحكي إنه ما في خزاني ما في شرب واحد إذا بدي يحط قطعة تياب فيها ما في سجادي واحد يحطها بالأرض تياب شتوية محد عنده الجرحة كلها هون يعني الجرح واحد عضامه مكسر بدي يدفى بدي يكزى بطانيات ما عندهم فرشات تكفة بالأرض ما فيه الإصابات اللي حكينا فيه شباب هون ثلاثة واحد ضغير أعمى وفيه اثنين كل واحد رايح عينه هذول يعني لحد الآن كمان ما حدا عم يهتم فيه هلأ بتشوفهم بعينه فيه هذا الشب إيده خالصة كمان من هون كلها من الكتف وفيه شب مضوبي إجه وفيه هذا الشب كمان إجه رايحة كلها جوح يعني بالعظمه بغاسه كلها بدي دفع يعني بدي غزة بدي أكل بدي شرب كله هذا الشيء ما أنا موجوده أنت كنت عمد آسر وقتنا صبت كنت عجب هنا إلى الشرف إنه أنا أكون من الجيش الحر من كتيب الفاروق أنا كان مهمتني أنه أفتح بوب مشان زملائي يفوتوا براي وقتل نزلت عايب المدرسة هون شافوني صار زلتوا ليا قنابل قنابل باسمارين زلتوا على تعريب مع ليا الشي عشر قنابل آخر قمت لي وقتل زلتوا أجيت بين أجري ما لحق تعطيه وجهي كان ضربتنا بعيني وضربتنا بضهر الحمدين فات الشباب هوني صحفوني وطلعوا متمنى من الملك عبد الله منكمل معروف شقيق وأخوه المرحوم أمير نايا لأن كان هو بدي عمي شغلي لله لي كي مشان إنه بس إنه أب يشوف أولاده وبإذن الله إذا فتح بوعد لعالم الإسلامي كله إنه جاهد بعي دولة ضد كل شواحد عما يكفر بالله وعم يجنس عم ينجس المصاحف تبعدنا وإلا عم يقصب نساء المسلمين بإذن الله بعد الفاصل عيني الحلوي بعين بلاندي أهلا من جديد رئيس الجمهورية يدين الغارة الإسرائيلية على سوريا الرئيس الجمي ليعلن من باريس تمسكه بقانون انتخاب يؤمن المناصفة مقاط يدعو إلى عدم ضرب الحكومة عبر الاقتصاد وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي دانا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الغارة الإسرائيلية على هدف دخل الأراضي السورية معتبرا أن إسرائيل تستغل الأوضاع القائمة في سوريا راهنا لتنفذ سياستها العدوانية غير آبيهة بالمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية والإنسانية من باريس وفي مؤتمر صحفي تناول الرئيس أمين لجميل نتائج محادثاته مع الرئيس فروسواء أولاند ناقلا عنه اهتمامه بالنقاش الدائر في لبنان حول النظام الانتخابي وقلقه إزاء احتمال عدم احترام المواعيد الدستورية وردا على سؤال حول قانون الانتخاب قال لجميل نحن متمسكون بقانون يؤمن المناصفة الفعلية والمساواة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين وهذا ممكن بقانون الخمسين دائرة وفق النظام الأكثري الذي طرحته الكتائب أو بمشروع اللقاء الأرتذوكسي أو أي مشروع آخر دعا رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي إلى فصل الاقتصاد عن السياسة وإلى عدم ضرب الاقتصاد الوطني بغية استهداف الحكومة موقف ميقاتي جاء في خلال اللقاء الموسع مع الهيئة الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار الذي سلم ميقاتي ورقة الهيئات الاقتصادية ومنطلع لخطة أنقاضية الحقيقة حتى إلي نقدر نحسن اقتصادنا وننقره لهم من هالفترة شوي اللي هي فيها تراجع بمسار التنمية إلى فترة نهوض تكون مستدامة وآدر على خصوصا خلق فرص عمل جديد لهالشباب اللي عمالي بيطلعوا ويكون فيه تنمية عائية لازم كلنا كل الجهود تتضافر وخاصة الأطراف السياسية يخففوا من التجازو بالحقيقة والخلافات بالعلان لأنه هاي دي اللي عم بتضر أكتر شي واستقبل ميقاتي السفيرة الأمريكية مورا كونيلي في السرايا وبحث معها الأوضاع والتطورات في المنطقة استنكر الرئيس فؤاد السانيورا الاعتداء الجوي الإسرائيلي على أراضي ومواقع في سوريا وذلك لدى افتتاح المركز الوقائي الاجتماعي في الهلالي في صيدة التابع للمجلس الأهلي لمكافحة الإدمان وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به فهو مستنكر ومدان ومرفوض فنحن لا نقبل أن يتم الاعتداء على أي أرض عربية من قبل العدو الإسرائيلي في إطار جولته على المرجعيات والمسؤولين زار وفد النواب المستقلين البطريارك المارونيل الكاردينال ماربشارة بوترس الراعي النائب بوترس حرب أشار إلى أن الهدف من الزيارة التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وفق قانون يؤمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين رسالة تهديد تلقاها قاضي التحقيق العسكري المعاون داني زعني الذي كان ملجن التحقيق في أكثر من عملية فرار وتمرد داخل سجن رومي أما المرسل وبحسب هذا الكتاب الذي حصلنا عليه فهما السجنان بلا الخضر إبراهيم الملقب بأبو عبيدة وعمر مصطفى الجاسم الملقب بأبو قتادة المتهمان في قتل غسان القندقلي داخل السجن منذ أسبوعين عرض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في مؤتمر صحفي التقرير النصف السنوي لخطة الكهرباء مشيرا إلى أن عقد البواخر دخل حيز التنفيذ بعد دفع الأموال ولفتا إلى أن استجرار الطاقة متوقف من مصر ومن سوريا بسبب الأحداث لديهما مما أدى لانخفاض التحسن في الكهرباء نحن فينا نقول أنه بال2015 نكون وصلنا للـ 24 على الـ 24 إنما بحاجة بعد لمشاريع كهرباء إضافية اللي هي متعلقة بالكتاع الخاص تنكون أمننا لعطول ما نكون عملنا لأينا الـ 24 على الـ 24 في الـ 2015 ونرجع بعدين طلب يزيد ويرجع يصير في عنا نقص بالكهرباء زارت السفيرة الأمريكية مورا كونيلي مقر مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة في لبنان واتطلعت على عملها وحاجاتها كونيلي أثنت على جهود الشعب والحكومة اللبنانية في مساعدة النازحين وأعلنت تقديم الولايات المتحدة مساعدات إضافية للنازحين السوريين في لبنان جال الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دريك بلملي في أحياء مخيم عين الحلوي في صيدة في زيارة هي الأولى له للمخيم وفي خلال الجولة التي رفقوا فيها المدير العام للأونروا في لبنان آن ديسمو استمع بلملي إلى معاناة العائلات النازحة السورية والفلسطينية المقيمة فيه في عام 48 كان الزعيم كمال جنبلاط والأميرة مي من أوائل الذين تزوجوا مدنيا وردود الفعل مستمرة على الشيخين قبان وقبلان تحقيق للزميلة يمنا فواز افتي يا مفتي صاحب الدور ازرع أدى والأخيار افتي امعيبا صاحب الدور ازرع أدى والأخيار افتي يا مفتي بعد المفتي افتي يا شيخ فقد لاحق بمفتي الجمهورية محمد قباني نائب رئيس المجلس الإسلامي الشعي الأعلى عبد الأمير قبلان وحرم الزواج المدني لكن من دون أن يصل إلى حد الوصف بالمرتد العالم الافتراضي امتلأ بردود فعل على مقاله قباني ولاحقا قبان إلا أن حملة فيسبوكي عنوانها الحملة الوطنية لمحاكمة محمد رشيد قباني نشرت فيها المستندات المالية التي تثبت اختلاس أموال دار الفتوى المجتمع المدني المنهمك بتحضيرات عدة افتراضية وعلى الأرض يرى في أقوال رجال الدين دفاعا عن دينهم وهم كمواطنين يحتكمون إلى الدستور الدستور في لبنان رجال الدين حقهم يدافعوا عن وجهة نظرهم الدينية لا تعنيني ما يعنيني أنا كمواطن فرد هو الدستور هل الدستور في لبنان يقول بصراحة أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ماشي نحن منطلقين من هنا وعن نقول أنا حقي يتزوج ببلدي مدني حق الآخر يتزوج كنسة يتزوج عند الشيخ حقه ما حدا نمنعه أنا بدي زواج مدني اختياري ليه هذا الهجوم على الناس اللي بدأ حقها أن تختار في مشكلة في العقل السياسي في لبنان وبالعقل الاجتماعي اللي كل الوقت عم بيحكي يعني حقوق المجموعات ولا بيعطي أي اعتبار لحقوق الأفراد عندما تصدر فتوى بالرد ورد حكم الرد في الإسلام القتل يعني هذا تهديد بالقتل للسياسيين مسلمين إذا وقعوا على قانون بتصوى هذا إخبار للنياب العامة كنت زمانا الرأس والعين الكرسي بقى طعمه جميل وعشانه مزانك بيميل حرمت وحللت الفيدة واللي تكلم 80 جلدات افتيهوا قلت كده بين اختلاف أراء السياسيين والتحريم الديني سياسيون تزوجوا مدنيا نذكر بعضهم أول من تزوج مدنيا المعلم كامال جنبلاط من الأميرة مي عام 48 وحذا حذوه ابنه النائب وليد جنبلاط من السيدة نورة وكذلك فعل الحفيد تيمور جنبلاط وكل من النائب مروان حميدي نايلة تويني أمين وهبي وكذلك سيفعل النائب لي ماروني كما أن المستشار هاني حمود تزوج مدنيا في فرنسا بحضور الرئيس سعد الحريري وعلى هذه الصفحة تزوجنا مدني عقبالكون ينضم إليها المئات في ثوان والصفحة مستمرة لأزواج مدنيين لاحقين منزل تراثي في عين لمريسي يهدم والأجهزة الأمنية تتحرك لمحاسبة الفاعلين شاهد آخر على عراقة التراث اللبناني يغتال في ساعات الصباح الأولى هذا المنزل المعروف باسم قصر نصولي على العقار 227 في عين لمريسي وبعد محاولات سابقة فاشلة لهدمه نجحت المهمة الأخيرة في تدمير أجزاء أساسية منه بعدما ربطت الجدران بسلك حديدي 10 مليمتر بواسطة وينش حتى انهارت بشكل كامل التحقيقات الأولية أظهرت أيضا أن هذه السيارة من نوع هوندا كورد مسجلة أنقاضا جرى إحضارها مساء الأربعاء ليتبين أن الفاعلين اتخذوا منها ساترا لمنع وصول الردم إلى الطريق وقطعها وأشار أحد الخبراء إلى أن الفاعلين استغلوا الشتاء للقيام بعملهم هذا لسببين الأول حتى يظهروا أن الأمر ناتج عن العاصفة إلا أن انقطاع السلك الحديدي وبقاء نحو 12 مترا منه تحت الردم فضح أمرهم أما السبب الثاني فهو أنه خلال الأمطار الحجر الرملي يتشرب المياه وبالتالي تصبح عملية الهدم أسهل وزارة الثقافة أكدت أنها لن تسمح بهدم المنازل التراثية مهما بلغ حجم الدمار فيها واضعة خطا ساخنا للمواطنين للتبليغ عن أي عمل مشتبه فيه لهدم مثل هذه الأماكن نحن عندنا معلومات أنه في جهات كانت عم تعمل تحاول تخريب بهذا البيت تبحطنا أمام أمر واقع قمنا بالإجراءات وبلغنا لمحافظ بهذا الموضوع أكتر من مرة أنه في نية تخريب بهذا العيقات واليوم عرفنا أنه صار فيه تخريب عم يقال أنه صار فيه سحب بالحبال حتى هادم أجزاء منه لحنا ناخد الإجراءات بحق المخلفين بإعادة الوضع إلى مكان عليه واتخاذ الإجراء القانوني بحق هذا الارتكام هذه الوقت عاشته حول للنياب العام عم نحس حالنا في بعض المرات أنه وحدنا بهذا الموضوع اثنين مهنسين لكل نبنين ما بلحقوا الكشفات ما بلحقوا كتاب التقارير هذا الموضوع لا يمكن بقى السقوط عنه وزارة الداخلية أكدت من جهتها أنه فور الانتهاء من التحقيقات ستطلب من المدعي العام لبيروت التحرك قضائيا لمعاقبة الفاعلين باسل العريضي قناة الجديد في اليوم الثالث من زيارته واشنطن اجتمع وزير المال محمد الصفدي إلى مساعدة وزير الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية لايل برينرد وأجر عرض للعلاقات بين البلدين وأبدأ المسؤولة الأمريكية اهتماما بما يقوم به لبنان من إجراءات مطابقة للمعايير الدولية خصوصا في مجال الشفافية المصرفية فيما أشار الوزير الصفدي إلى حملات يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني لغايات معروفة وقال إن الأمريكيين يعلمون تماما ما هي آلية عمل القطاع المصرفي والإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان الشفافية والثقة بهذا القطاع الحساس ودعى الأمريكيين إلى التعبير عن الموقف الإيجابي الذي سمعه منهم فيما خص عمل القطاع المصرفي وأداءه لأن من شأن ذلك أن يضحض جميع الشائعات ونقل الصفدي عن براينرد أن وزارة الخزانة الأمريكية تقف إلى جانب السلطات المالية اللبنانية في عملها لضمان أفضل مستوى من الأداء والشفافية في القطاع المالي عموما والمصرفي خصوصا معاناة حسام الصوص المتواصلة منذ أربع سنوات إلى خاتمة سعيدة ساهمت بها وزارة الشؤون الاجتماعية هذا حسام الصوص منذ أربع سنوات يحاول الانتحار في ساحة النجم الصيدوية بعدما غلبه الفقر والقهر محاولاته باءت بالفشل قبل نحو شهرين عثر على حسام مشردا في شوارع صيدة وهو على شفير الموت وذلك قرر حسام خلط أوراق القدر لينهض من جديد بعدما استجابت وزارة الشؤون الاجتماعية لتقارير قناة الجديد المتكررة حسام الصوص ابن مدينة صيدة قاد ثورته بنفسه قبل أي من ثورات ربيع العربي وانتهى به المطاف في المستشفى يصارع الفقر والجوع والموت نقل حسام إلى جمعية جامع البحر الحكومية حيث وفر له المأوى والمأكل والعلاج متل مشايف هلا بتسأله ووضعه كتير منيح وجيد ويعني عم بخيم عنا وعم بينزل حتى عم بينزل على شو اسمه بيشتغل وبيرجع يعني لا ووضعه جيد صوت عنا ونحن حتى موصلتين بوجوده رغم صغر سنه يعني بس عم بقوم بخدمات مساعدة للدار وللمسنين وان شاء الله يدلوا هيك صفحة جديدة فتحها عسام يعاون الجميع من حوله مستعيدا حبه للحياة وإرادة المواجهة كنت مستأجر بات بأبو مئة ألف طلعوني منه ومرتي راحت عن بات أهله وصار أجار البيت أربعة خمسمائة ألف فأنا صار معي انهيار عصبي قلت المشاكل سيارة بالأجار وبالنهيق غالب أجل صاحب السيارة بده مني أربعمائة ألف شلحني السيارة فأنا نهرت ما عاش معي لا أكل ولا أكل صرت تشرد من هون ومن هون الحمد لله رب العالمين الجامعية البحر والناس ووزارة الشؤون والوزير اللهم صلى على النبي طول بعمره قال لي خليه بصحته يا راب شلني من الطريق على المستشفى كان بالأذن من كل الناس من أهلي اللي صرقوني أنا ولد وزدتوني بالشارع من الناس تساعدني أقل الإيمان بحق سيارة لأكار يسرهم هو يكثر الله غيره وأنا ما إلي عن أطلب من أي إنسان مساعد وكل ممكن لأنه قضيت الماضي وعيشت حياتي إذي المزلول مع ولادة حسام الجديدة تعهدت إدارة مستشفى صيد الحكومي رعايته صحيا ساعة ما يحتاج إلى ذلك بعد الإعلان مبادرة الطيب أهلا من جديد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يطرح مبادرة للخروج من الأزمة المصرية الراهنة صاغها شبان مصريون دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مبادرة جديدة طرحها إلى نبذ العنف وإدانة الجماعات المسلحة الخارج عن القانون وإلى اعتماد الحوار الوطني السبيلا للخروج من الأزمة السياسية الحالية في مصر كلام الطيب جاء في افتتاح الاجتماع الذي حضره زعماء المعارضة المصرية وممثلون عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس محمد مرسي وشارك في الاجتماع أيضا ممثلون عن التيار السلافي ونشطون من الشبان بينهم وائل غنيم وأحمد ماهر القيادي في حركة 6 أبريل فضلا عن ممثلين عن الكنائس المصرية في التعددية والاختلاف وسلمية التنافس على السلطة وسلمية التداول لهذه السلطة مع إعلان التحريم والتجريم لكل أنوان العنف والإكراه لتحقيق الأفكار والمطالب والسياسات جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري دون أي إقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل أي إشكالات أو خلافات فالحوار هو السبيل إلى التعارف والتعايش والتعاون على إنهاض هذا الوطن ليحقق ضموحات سائر المواطني وأكد شيخ الأزهر أن مصير الوطن معلق على احترام القانون وسيادته وتلك مسؤولية الجميع ومن أبرز المواقعين على وثيقة نبذ العنف بحسب ما أكد أحمد ماهر على موقعه الإلكتروني الأزهر وممثلو الكنائس ومحمد البرادعي وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمر موسى وكل رؤساء الأحزاب المصرية رئيس حزب غد الثورة أيمن نور أعلن من جهته عن موافقته على الوثيقة مشددا ندى مغادرته مقر المشيخة على أهمية الوحدة وعلى تحقيق الحوار الوطني بين مختلف التيارات السياسية إلى ذلك قدم 150 عضوا وقياديا في حزب النور السلفي استقالتهم اعتراضا على لقاء قياداتهم جبهة الإنقاذ الوطني فيما أعلن الأمين العام لحزب النور في محافظة الجيزة أحمد شكري أنه لم يتلقى الاستقال رسميا مشيرا إلى أنه سيتواصل مع المستقلين دعا محققون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني وسحب كل المستوطنين اليهود البالغ عددهم نصف مليون من الضفة الغربية المحتلة قائلين إن ممارساتها تنتهك القانون الدولي وقد تعرضها للمحاكمة على جرائم حرب محتملة وقالت القاضية الفرنسية كريستين شانات التي رأست لجنة تحقيق الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي على إسرائيل وقف كل النشاطات الاستيطانية وتقديم علاج كاف وسريع وفعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وقال تقرير الأمم المتحدة إن المستوطنات تتعارض ومعاهدات جناد عام 1949 التي تحضر نقل سكان مدنيين إلى أراضي محتلة وهو ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي سامر العيساوي يعاني تبعات إضرابه عن الطعام المستمر منذ سبعة أشهر تقرير من رامالله لمرسلة نانبال فرسخ كومة من العظام هكذا بات الأسير المقدسي سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ سبعة شهور بعد أن أصبح وزنه ثمانية وأربعين كيلوغراما والذي تعيش عائلته توترا لا مثيل له بعد أن أضحى خبر استشهاده واردا في أية لحظة عدلة القلب لسامر أصبحت ضعيفة جدا يوجد هناك عدم انتظام في نبضات القلب والأطباء يحذروا من احتمال أن يتوقف القلب عن عمل في أية لحظة حالات إغماء متكررة شبه شلل لا يحس بقدمه ولا يديه سامر الذي يخوض معركة الأمعاء الخوية احتجاجا على إعادة اعتقاله بعد أن تحرر في صفقة شاليت لا يقوضها لوحده يشاركه فيها طارق عدان وجعفر عز الدين وغيرهم ممن باتت حياتهم في خطر شديد وفقا لما أعلنت عنه وزارة شؤون الأسرة نناشد المجتمع الدولي كل مؤسسات حقوق التدقل العاجل لإنقاذ حياته ومنع جريمة قد تحدث بحقهم داخل السجون الجسد بحاجة إلى طاقة والطاقة عندما لا تزود من الخارج يضطر الجسم إلى أن يتآكل وأن يكون مصدر الطاقة هو الجسم نفسه يبدأ جسم المضرب عن الطعام بالتآكل يبدأ بأكل خلايا وأجهزته الأسيران طارق عدان وجعفر عز الدين مستمران في إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على اعتقالهم إداريا دون أي تهمة والذان كانا قد خضا إضرابا سابقا وحررا على إثره لتعيد سلطات الاحتلال اعتقالهما مرة أخرى هو يعاني من تبعات الإضراب الأول وأضرب في المرة الثانية كلكين جدا على حياته ونتحسب من أي خبر يعني طارق يأتينا من أخي جعفر لعائلة كلها مضطربة خمسة ألاف أسير يقبعون حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي حوالي تسعة منهم خاضوا خلال العام الماضي إضرابات فردية عن الطعام وأكثر من ألف وثلاثمائة أسير خاضوا إضرابا جماعيا استمر حوالي ثلاثين يوما الوقت يمضي وأستام الأسرى المضربين عن الطعام تتلاشى شيئا فشيئا فيما تستمر مصلحة سجون الاحتلال بالتنكر لمطالبهم بالتحرر وكأنها تترقب استشهادهم دون أي اكتراث بالقانون الدولي من أمام سجن عوفر الإسرائيلي بمدينة رامالا المحتلة نبل فرسخ قناة الجديد والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الجمعة واحد شباط 2013 ونبدأ مع النهار الحريري المبادرة البديلة الطائف و14 آذار هل يكفر المفتي 700 مليون مسلم؟ بايدن يلتقي لفروفو الإبراهيمي في ميونخ غادا والإتلاف الوطني يؤكد رفض الحوار والنظام في عنوين السفير بايدن يجمع لفروفو الخطيب والإبراهيمي لقاء ميونخ اختبار التحولات حول سوريا الاتلاف المعارض يعيد رئيسه إلى حضيرة المتشددين الغارة على دمشق صمت إسرائيلي تفضح المباركة الأمريكية أما في الأخبار لهذا اليوم سوريا بروفو التدخل الخارجي دائنون يقاضون الحريري في عنوين الأنوار الحريري مع الدوائر الانتخابية الصغرى وإنشاء مجلس شيوخ وينتقد أسلوب المفتي قباني في رفض الزواج المدني احتجاج سوري إلى الأمم المتحدة وتهديد بالرد على الغارة الإسرائيلية موقع إلكتروني أمريكي إسرائيل تشعر بعدم استقرار على حدودها في عنوين الديار هل أرادت إسرائيل حربا شاملة أم ضرب عسكرية محددة خلية نحل عسكرية في دمشق وضغوط روسية لعدم رد سوري سعد الحريري وواليد جملاط يختاران النواب المسيحيين في 14 أذار لا قانون انتخابات في لبنان والمسألة تضيع للوقت والتوقيت في المنطقة ننتقل إلى المستقبل انتخابات في موعدها ودوائر صغرى ومجلس شيوخ وأعلان بعبدة في مقدمة الدستور الحريري مدني حتى النهاية يوصف يتوعد صحناوي بكشف المزيد من فضائحه في عنوين البناء دمشق تواجه الإرهاب الداخلي والعدوان الخارجي والتخاذل العربي الخارجية السورية تطالب بإدانة واضحة للاعتداء السافر على دولة ذات سيادة إدانة دولية وعربية واسعة للعدوان مرفوض انتهاك غير مقبول لمثاق الأمم المتحدة في اللواء لهذا اليوم رئيس المستقبل يغازل بر ويعوم التحالف مع جملاط ويثبت التفاهم مع سليمان والمسيحيين المستقلين الحريري مع الانتخابات بموعدها ودوائر صغرى قبل مجلس الشيوخ حزب الله يرفض المبادرة والهيئات الاقتصادية تحرض على هيئة التنسيق وتطالب بسحب السلسلة مؤتمر ميونيخ بايد يحاول إقناع لفروف بتنحي الأسد في أبرز عنوين البلد الحريري أطلق مبادرة 14 أذارية حظوظها ضعيفة مفترق حاسم المعارضة السورية تحمل الأسد مسؤولية الاعتداء الإسرائيلي أما في الجمهورية لهذا اليوم اجتماع بايدن والأفروف والإبراهيمي والخطيب في بيرلين غدا تمهيدا لقمة أوباما بوتن الحريري التغيير آتن في عنوين الحياة بانقاليقون وموسكو وتهران تدينان الغارة الإسرائيلية والاعتلاف يتنصل من دعوة الخطيب إلى الحوار مع النظام واشنطن تحذر سوريا من نقل أسلحة إلى حزب الله أخيرا مع عنوين الشرق الأوسط دمشق وإيران تتوعدان تل أبيب بعد غارة الحدود وتشكيك في إعلان سوريا عن ضرب مركز بحثي استنفار في الجليل وواشنطن تحذر دمشق من نقل الأسلحة لحزب الله كان في النشرة الحريري يقترح اجراء الانتخابات النيابية بموعدة على أساس قانون دوائر صغرى لتضمن صحة التمثيل ورصاص أنصاره يلعلع معركة صحناوي يوسف وغازي يوسف لاحطه بالحبس أنا سوء خضيه الائتلاف المعارض لا حوار إلا على أسقاط النظام في الخاص كانوا مقاتلين في الفاروق وبزوع الله إذا فتح بوعد العالم الإسلامي كله أنه جاهد بأي دولة الأسير ليساوي يصارع الموت الطباء يحذر من احتمال أن يتوقف القلب عن عمل في أي لحظة بهذا نأتي إلى ختم نشراتنا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء عند العاشرة والنصف شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر